موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج خليج العرب فجأة ودون مقدمات رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بن يامين نيتنياهو يظهر في زيارة رسمية لمسقط وفي ذات الوقت تتواجد وفود رياضية إسرائيلية في منافسات دولية تستضيثها قطر والإمارات وأيضا حضور حكومي رسمي إسرائيلي متنوع في دبي وأبوظبي لفعاليات اقتصادية دولية سلسلة أحداث وخطوات خليجية غير متوقعة توالت في الأسابيع القليلة الماضية اكشفت عن خطوات يبدو أنها متقدمة نحو التطبيع مع الكيان الإسرائيلي أو على الأقل تفتح باب منطقة الخليج للحضور الإسرائيلي فيها مع بقاء الكويت شبه وحيدة في ميدان مقاومة التطبيع كيف نقرأ هذه الأحداث وما هي الدلالات التحركات الدبلوماسية الإسرائيلية في الخليج والتي ربما لم يكشف إلا عن البعض منها ولماذا تنفلد الكويت في موقفها الرافض للتطبيع مع الكيان الإسرائيلي هل نقف على منعرج في العلاقات بين دول الخليج وإسرائيل في إطار تحولات عميقة تعيشها المنطقة وفي ظل ما يسمى بصفقة القرن نستعيد هذه الأحداث ومحطات مسار العلاقات الخليجية الإسرائيلية في سياق هذا التقرير ونرجع لكم زيارة مفاجئة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو إلى مسقط في غياب علاقات دبلوماسية بين البلدين زيارة أسالة الكثير من الحبر ولقاء مع السلطان قابوس للدفع بمسار السلام في الشرق الأوسط حسب التصريحات الرسمية الوساطة العمانية في محادثات السلام الفلسطينية الإسرائيلية عنوان الزيارة حسب البعض خصوصا وأنها تتبع زيارة قام بها الرئيس الفلسطيني للسلطنة لكن هناك من فسر اللقاء بأنه رسالة إلى طهران التي تعتبر السلطنة أقرب صديق خليجي لها الزيارة لم تكشف بعد عن أسرارها لكنها ليست الأولى لرئيس وزراء إسرائيلي إلى عمان ودول الخليج فقد سبقتها زيارة رئيس الوزراء الأسبق شمعون بيريز عام 96 إلى كل من مسقط والدوحة حيث افتتح مكاتب تجارية في الدولتين وزار قبله إسحاق رابين عمان عام 94 لكن الانتفاضة الفلسطينية الثانية عام 2000 والحرب على جنوب لبنان عام 2006 وحرب غزة سنة 2008 دفعت بالدول الخليجية إلى إغلاق المكتبين التجاريين وبالعلاقات غير الرسمية إلى العودة إلى نقطة الصفر بعد تعنت تل أبيب ورفضها لمبادرة السلام العربية عام 2002 وتلك نصت على تطبيع مقابل قيام دولة فلسطينية في حدود عام 1967 وعودة اللاجئين وانسحاب من هضبة الجولان السورية شروط رفضتها الحكومات الإسرائيلية المتتالية التي لا تزال تسعى جاهدة إلى الفصل بين مسار السلام والتطبيع مع العرب الوضع في طريق مزدود ولكن الأمور ليست مجمدة بصفة مطلقة فمنذ تولي دونالد ترامب مفاتيح البيت الأبيض مطلع عام 2017 والضغوطات تتوالى على دول الخليج لمواكبة رؤية أمريكية مفادها أن العدو الأكبر للمنطقة هو إيران وليس إسرائيل في سياق أجندة أمريكية هدفها الأسمى صفقة القرن لتبقى الكويت الدولة الخليجية شبه الوحيدة التي تقاوم موجة التطبيع التي تهب رياحها على المنطقة عليك أن تحمل حقائبك وتخرج من هذه القاعة بعد أن رأيت ردك الفعل من كل البرلمانات الشريفة في العالم اخرج الآن من القاعة إن كان لديك ذرة من الكرامة ردود الأفعال الرسمية الحالية تنفي أي مبادرة خارج مبادرة السلام العربية وزير الخارجية السعودي عادل جبير صرح بأن لا علاقة بين الرياض وتل أبيب وبأن المملكة متمسكة بمبادرة السلام العربية لكن على المستوى غير الرسمي تتوالى زيارات الوزراء والوفود الإسرائيلية المشاركة في المواعد الاقتصادية والرياضية ليبقى السؤال المطروح هل التطبيع مع إسرائيل يسير متسطرا؟ وهل نتجه نحو الاعتراف بالتطبيع كأمر واقع؟ العلاقات الخليجية الإسرائيلية عنوان حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج خليجي العرب وأسعد باستضافة الأستاذ النائب محمد الدلال عضو البرنامج الكويتي مرحبا أستاذ محمد أهلا وسهلا نبدأ بزيارة رئيس الوزراء الكيان الإسرائيلي نتنياهو إلى مسقط وهذه ليست الزيارة الأولى في عام 96 شيمون بيريز زار مسقط وأيضا من قبله رابين كيف تقرأ هذه الزيارة وما أحدثته من مفاجأة في الأوساط الخليجية؟ بسم الله الرحمن الرحيم نمسي عليك بالخير وعلى المشاهدين الكرام في برنامج خليج العرب بلا شك إن إسرائيل تحرص وتسعى جاهدة إلى أن يكون لها موقع قدم رئيسي في المنطقة العربية ككل وتحرص أشد الحرص على التطبيع للوصول إلى أن تعتبر كيان طبيعي يعيش حياة طبيعية بين هذه الدول وبالتالي توفر لها نوع من الأمن توفر لها نوع من الانتشار السياسي الإقتصادي وتبعدها عن المخاوف الموجودة وأن الدول المجاورة لها دائما هي دول مواجهة دول حرب وبالتالي كل ما استطاعت أن تخرج من عملية الصندوق الذي تعيش في الوصول إلى نوع من العلاقات مع عدد من الدول سيكون لها أفضل استراتيجيا لنمو إسرائيل واستمراريتها وعطائها ولذلك هي سعت إلى أن تلقي وترفض كل المبادرات العربية مع أن كثير من هذه المبادرات في وجهة نظر الشعوب وجهة نظر النخب والفلسطينيين تحديدا نقول أخص أهل المقاومة في تحفظات خنوع وتراجع وفي تحفظات عليها كثيرا إلا أنها كانت ترفضها ولا تأبه فيها بما فيها مبادرة رحمة الله عليه الملك عبد الله في 2002 مبادرة بيروت عندما رفضتها تماما إسرائيل وقالت أننا لن تكون هناك دولة فلسطينية وممكن يكون هناك فلسطينيون يقيمون في مكان معين ليس من ضمنها القدس ولا عودة للاجئ هذا بالنسبة لمصلحة إسرائيل من عودة العلاقات طيب دول الخليج كيف تقرأ استجابتها خصوصا في ظل الزيارة الأخيرة المفاجئة التي حصلت دول الخليج ليست واحدة في التعاطي مع الموضوع مع أنها في مؤتمرات قمة عربية وصلوا إلى نتائج معينة بما فيها مؤتمر القمة اللي طارق بمناسبة قزو غزة اللي حصل في قطر واللي اتفقوا جميعا على انهاء أي نوع من التطبيع ورفض التطبيع تماما ومقاطعة تاما في 2008 فهذا في 2008 بعد معركة غزة وبالتالي على الرغم من ذلك كان هناك تحركات من عدد من دول الخليج لتوطيد أو الوصول إلى علاقة أو طبيعة علاقة معينة مع قطر عندها نوع من التمثيل في مرحلة من مرحلة مراحل مكتب عمان كذلك في تواصل زيارات من مسؤولين مسؤولين سعوديين أنور عشقي وغيرها مسؤولين من الإمارات بعض الأنشطة الرياضية المشتركة الزيارات واللقاءات وفود رياضية وفود رياضية هذه تخرج من أجواء المقاطعة وعدم التطبيع إلى الاقتراب لماذا يقوم بذلك أولا أن هناك وهذا طبعا نحن نتكلم عن حتى الرؤية الإسرائيلية ومسى الرؤية الخليجية البعض يعتقد أن هناك عدو مشترك وهذا العدو المشترك هو إيران وبالتالي نقترب من مصلحتنا كدول خليج اللي هم يواجهون إيران وفي مواجهة إيران هناك مصلحة مشتركة مع إسرائيل في هذا الجانب وبالتالي الاختراب من الدولتين يعني إيران هي المشكلة إيران في نظر في نظر الدول التي تقترب من الكيان الإسرائيلي تقترب أحد نكاية نكاية أحد الأبعاد في الموضوع الأمر الثاني أن هناك حليف مشترك كذلك إذا كان هناك عدو مشترك هناك من المقابل حليف مشترك هو أمريكا وأمريكا هي صاحبة القرار في المنطقة والمؤثرة بشكل كبير جدا وكثير من دول الخليج والعرب عموما يرون أن اللوبي الإسرائيلي أو اليهودي في الإدارة الأمريكية قوي إلى درجة بما فيهم ترامب حاليا وبالتالي من المصلحة أن يكون هناك نوع من التقارب حتى نستطيع أن نؤثر على القرار الأمريكي فيما يتعلق في المنطقة وهذا بعد آخر من الأبعاد التأثير على أمريكا من خلال إسرائيل من خلال إسرائيل من خلال اللوبي الإسرائيلي وهذا أحد الأبعاد اللي الإسرائيليين يعتقدون أن العرب اقترابهم قد يحققون ها بعض مراكز الدراسات والأبحاث الإسرائيلية تتكلم ما هي مصلحة العرب والخليجيين من الاقتراب من إسرائيل إنهاء هذه القضية اللي دائما موجودة على الطاولة وتسكير هذا الملف وتسكير منف المقاومة بأشكال مختلفة هدف موجود عند بعض الأنظمة لأن ما دام هناك قضية محورية عقائدية قومية إنسانية بلا شك أنه يتمثل عب على بعض الأنظمة التي ترى أنه يجب إغلاق هذا الملف ملف المقاومة للمقاومة وذلك يعني ووجهت تيارات المقاومة بمختلف صورها وأشكالها وأبعادها سواء كانت قومية ولا إسلامية ولا فلسطينية فلسطينية وهذا أحد الأبعاد التي يعني مسببة عب الحيغة في المنطقة العربية والمنطقة الإسلامية وبالتالي ما أخذ قضية فلسطين كقضية رئيسية محورية وإسرائيل كعدو وبالتالي هي نوع من الثقل والعب على الدول سيد محمد سلطمة عمان دولة وساطات وهي تجيد لعب هذا الدور دور الوساطات ومؤخرا ما حصل في الاتفاق النووي الأمريكي يعني خير شاهد الزيارة الأخيرة لنيتنياهو هل تقرأ على أنها نوع من التطبيع وفتح العلاقات بين عمان وإسرائيل أم أن هناك وساطة يعني أيضا عمان تلعب دور الوساطة بين الإسرائيليين وبين العرب لمشروع ما قد يكون مشروع صفقة القرن مثلا هناك فرصة مناسبة للكيان الصهيوني أو إسرائيل في الوصول إلى المنطقة والترتيب في أسرع وقت ممكن لن يجد النظام الصهيوني أو النظام الإسرائيلي فرصة سياسية مناسبة كوجود ترامب والإدارة الأمريكية الحالية وبالتالي محاولة خاصة الآن قد تصير تغيرات في المرحلة القادمة يتغير الكونغرس بسبب الانتخابات النصف سنوية في الانتخابات قد يجري على ترامب تغيرات في الموقف السياسي وبالتالي هو مؤيد وداعم وهذه فرصة جيدة ويستطيع أن يتقطع على الدول الأمر الثاني أن الاقتراب من عمان عمان مثل ما تفضلت ليس لها إلا مصلحتها العمانية الخاصة عمان تستطيع أن تصل إلى إيران وتفتح أبواب مع إيران وبالتالي قد يكون هذا مصلح حتى الأمريكان هذا التحرك ليس تحرك إسرائيلي فقط وإنما كذلك تحرك أمريكي في الموضوع بمعنى أن عمان تفتح أو تجمع بين طرفين نقيض إيران وإسرائيل في نفسه الإيران وإسرائيل الأمر الآخر دكتور علي أنه اللي تابع في آخر سنة ونص سنتين يجد أن هناك نوع كذلك من الاقتراب السعودي الإماراتي من إسرائيل ومع أمريكا بشكل كبير جدا إذا فضلت بعض الدول التي وبحرين إلى حد ما مختربة قطر كان عندها مكتب وكان فيه نوع من التواصل اللي ظلوا دول تحتاج إلى أن يكون هناك نوع من الاختراب أكثر والتواجد أكثر هم عمان اللي أوقفت بعض الأنشطة بسبب قزو غزة أو بسبب الحرب على غزة والكويت اللي هي حتى الآن ممانعة في التعامل مع التواصل الأزمة الخليجية هل لها أثر في هذه النوع من العلاقات يعني مثل ما تفضلت أن هناك حديث عن الإمارات والسعودية هناك نوع من قد يكون التنسيق أو الرضا الآن عمان في ظل غياب مجلس التعاون الخليجي وفي ظل غياب رأي مشترك رأي موحل في السياسة الخليجية الخارجية هل تجد إسرائيل الآن فرصتها في ظل وجود الأزمة الخليجية وانقطاع العلاقات أنا أعتقد إسرائيل أحسن وقت لها في الوصول إلى دول الخليج والتنسيق مع دول الخليج والتطميع مع دول الخليج هذا الوقت والآن دول الخليج أو مجلس التعاون في مرحلة موت كلينيكي لا نتمنى ذلك ونطمح أن دول الخليج لكن هو في ميت سريريا بسبب عدم التعاون والخلاف القطري مع دول حصار والإشكاليات الموجودة القائمة ولذلك أنت تأتي في نقطة الضعف وبالتالي تنفرد بكل دولة على حده وترتب لأن كل دولة الدولة ونصحتها في النهاية وعمان كذلك تعاني من إشكاليات اقتصادية يجب أن نضع ذلك بعين الاعتبار وتحتاج إلى كل دعم يأتيها من أي مكان حتى يعني تسير الدولة اقتصاديا وكنيزانية الدولة ممكن نسمع عن استثمارات اسرائيلية في عمان مثلا في هذا الإطار من الصعب الآن من الصعب الآن التكهن إلى أن أين ستذهب العلاقات العمانية الإسرائيلية هل عمان عندها حدوث ستراعي دول خليج الأخرى في الموضوع هل تكون عمان هي الباب الأول لوجود سفارة إسرائيلية والتالي كسر هذا التابو الذي كان موجود في السابق هذا كله جائز الحقيقة في طبيعة أنا أعتقد إسرائيل تهرول لأن تعتقد أنها قد تفوتها فرصة الحالية بالظروف الأمريكية والأوضاع الأمريكية أو طبيعة المنطقة التي صارت ضعيفة ومهلهلة بسبب الصراعات والخلافات والحرب اليمن وخلافة في ظل هذه الأجواء في ظل أجواء التطبيع دائما يسأل عن حقيقة الموقف الكويتي إلى الآن الكويت لم تبدر منها أي إشارات للحديث عن التطبيع بل بالعكس وجد مقاومة للتطبيع وتصعيد في مواجهة الكامل الصهيوني ما هو سبب هذا التفرد في الموقف الكويتي وطبعا إذا أردنا أن نتحدث ونحلل في الموقف الكويتي وأنا طبعا كوني من الكويت وأتشرف بهذا الموقف ومن الداعمين ومؤيدين ودائما نفتخر بموقف سمو أمير دولة الكويت وبالموقف الرسمي سواء الحكومة أو البرلمان اتجاه مقاومة العدو الصهيوني ومقاومة أي نوع من التطبيع معه إلا أنه يجب أن لما نقرأ الموقف هذا يجب أن لا ننسى أن تاريخيا ومنذ قيام منذ سقوط فلسطين ومنذ قيام الكيان الصهيوني وإسرائيل ولكويت لها مواقف واضحة جدا في دعم الشعب الفلسطيني وفي مقاومة التطبيع بل أن هذا نعكس على دستور دولة الكويت اللي صدر في 1962 أن الكويت جزء من القوة من الأمة العربية ويعني فيه مصطلحات قومية كانت تتناسب مع طبيعة تلك المرحلة وبالتالي كانت داعمة للحق الفلسطيني بل أنه في سنة 1964 الكويت من أوائل الدول اللي أصدرت قانون الآن هذا القانون نموذج تونس تصدر قانون مماثل في التطبيع هذا القانون لمقاطعة إسرائيل ومقاطعة التعاون معاه بالذات التجاري على وجه التحديد والاقتصادي بل احنا أردنا في هذا المجلس أن نقدم قانون وتقدمتنا بقانون مع أحد الزملاء تعديل على قانون 1964 وجدنا أنفسنا أننا بنعد نعدل شي بسيط لأن القانون يعني شامل أحط بتفاصيل كثيرة بإضافة إلى منظمة التحرير الفلسطينية بإضافة منظمة التحرير كانت موجودة بالكامل إلى تاريخ 1990 واستمر هذا الدعم إلى أن أمير الكويت الراحل جابر الأحمد الصباح صرح تصريح شهير معروف ومنتشر أن الكويت ستكون آخر دولة تطبع إذا حصل هذا الأمر وتصريحات صاحب السمو أمير دولة الكويت الحالي الشيخ صباح الأحمد صباح تصريحات الكبيرة لما أنتو طلعتوا في التحقيق الخفيف هذا الإعلامي أشرته إلى الموقف البرلماني سيد مرزوق الغان ورئيس مجلس الأمة والوفد البرلماني المرافق معنا لما طالب بطرد الممثلين البرلمانيين الإسرائيليين من البرلمان الدولي كان كلمة أمير البلاد وفي الإعلام قالها قال أنا فخور بموقفكم وفخور بكم فالموقف موقف رسمي؟ كيف نقرأ هذا الموقف؟ كيف نحلل ما هي مصلحة الكويت من اتخاذ هذا الموقف المنفرد في بيئة أو في منطقة على الأقل حاليا ملتزمة الصمت تجاه الكيان الإسرائيلي فضلا عن وجود بعض الدول التي لا في علاقات الكويت ليست بحاجة إلى الكيان الصهيوني أو إسرائيل لا من مصلحة اقتصادية ولا مصلحة أمنية وعندها اتفاقياتها وحلفائها الموجودين في المنطقة عندها الحلف الأمريكي عندها البريطاني التركي مؤخرا عندها حلفاء فبالتالي ليست بحاجة إلى أي حليف آخر في المنطقة الكويت عندها برلمان وعندها دستور وعندها شعب حي وبالتالي هي تراعي هذه الاعتبارات كلها وتعلم أن سيكون هناك ردة فعل كبيرة جدا بالأخص في البرلمان فيما يتعلق بالاقتراب من إسرائيل وجربت ذلك ورأت ردود الفعل فبالتالي الأمر المهم جدا أنه على مستوى القياس السياسية وبالأخص أمير دولة الكويت لديه موقف ثابت وواضح اتجاه القضية الفلسطينية وهو الذي نشأ عليه منذ البداية وتبنى في عمره وتبنى في مناصبه سواء كان لما كان وزير خارجي لفترات طويلة جدا وتبنى الآن وهو يقود الدولة وهو رئيس الدولة وهذا الأمر نجده كذلك عند رؤساء البرلمانات العم أحمد السعدون كان لا مواقف وهو رئيس مجلس الأمة في مرحل المراحل جاسم الأخرافي رحمة الله عليه كان لا مواقف هو خالف كل البرلمانات والتقى بأحمد ياسين رحمة الله عليه مرزوق الغانم وهو الآن متصدر هذه الغضية وهو رئيس مجلس الأمة الحالي يوجد موقف كويتي شعبي رسمي متبني الغضية ورافض لعملية التطبيع على الرغم من وجود أشكال الهر والحوالي بالحديث عن المواقف الشعبية حضرتك شاركت في الوفد الكويتي الذي طرد ممثل كيان صهيوني من البرلمان الدولي كيف تلقيت ردود الأفعال الشعبية وكيف تلمستها يعني هل وجدت هناك ترحيب كبير في ردود الأفعال أم أنه قد يعتبرها البعض أنه مجرد يعني شو مثلا أو مجرد استعراف والله النسبة الأكبر والشعبية سواء على مستوى البرلمان أو حتى على مستوى يعني الشارع الكويتي تحديدا أتكلم ومبس الشارع الكويتي تعدى ذلك أننا التقينا بأطراف في لبنان وفي غير في زياراتنا المختلفة وجدنا تأييد ودعم الشارع الكويتي يعتبر الاقتراب من إسرائيل أو التطبيع أو أي نوع من العلاقة هو عار أو شيء من العار ولذلك يرفضون أي تحرك أو أي دعم بما فيه لما شافوا أردودان يرفض السلام أو يرد على شمعون بيريس في إحدى المؤتمرات لذلك كان الموقف بطولي ومقبول طبعا عشان نكون أمينين هناك أطراف رسمية بعضها رسمية في الكويت هناك بعض الأطراف الشعبية أو البرلمانية لكن نسبتها قليلة جدا تؤيد التطبيع تقول أننا ليس من مصلحتنا أن ندخل في صراع أو نستعدي إسرائيل عشان نقولها نكون من باب الأمانة هذه تجدها بعض الأوساط موجودة وتقول أن هذا ستدخلنا في مشاكل مع الأمريكان ستدخلنا في مشاكل مع الإسرائيليين نحن لسنا بحاجة لذلك مع ذلك الموقف الرسمي يؤكد دائما الأخ مرزوق الغانم في أكثر من لقاء يقول حتى لما راح جنيف مؤخرا كرر الموقف الرسمي الرافض لإسرائيل وطرده من برلمان الدولي وأكد أن هذا الموقف هو موقف قيادة سياسية وموقف برلمان الدولي جاءت هذه الزيارة التي أشعلت الحديث عن التطبيع في ظل ما تشهده المملكة العربية السعودية من انتقادات شديدة حول مقتل الصحفي جمال خاشقجي هناك تحليل من وكالة بلومبرغ تقول بأن قضية خاشقجي تعقد نوعا ما التقارب الذي تسعى إليه إسرائيل مع دول الخليج هل ترى فعلا بأن مثل هذه الحادثة قد تعقد الأمور أكثر وتصعبها أم أنها قد تكون من صالح التقارب هو بلا شك أنه يعني مأساة كبيرة مقتل الصحفي خاشقجي رحمة الله عليه ولها انعكاساتها على المنطقة وبالذات على المملكة العربية السعودية وأعتقد أنه إذا هذه القضية كبرت أكثر في المرحلة القادمة ستنعكس لأن في النهاية من يصنع السياسة الخارجية في دولنا الخليجية هم أشخاص وأفراد هؤلاء الأشخاص والأفراد إذا تغيرت مواقعهم أو تغيرت قناعتهم أو تغيروا حلفائهم قد تتغير المواقف ولذلك أنا بدأت بالقول أن هناك هرولة سريعة مستعجلة إسرائيلية خشت أن تتغير أدوات القرار وصنع القرار وبالتالي قد يكون هذا التحليل يأتي في هذا الجانب لا نتمنى أي ضرر للمملكة السعودية كشعب وكوطن وكأرض نأمل استقرارهم لأنهم يمثلون عمقه استراتيجي لدول الخليج والتالي استغرارهم استغرار المنطقة موقف الرياض الرسمي يبقى متشبثا بمبادرة الملك عبد الله المبادرة العربية والتي تعود إلى عام 2002 واتفق عليها تقريبا كل العرب مفادها طبعا أن التطبيع مقابل قيام الدولة الفلسطينية وعودة اللاجئين وبقية بنود المبادرة ما الذي تبقى من هذه المبادرة وهل ترى بأنها ما زالت فاعلة؟ أبدا أنا أعتقد أن هذه المبادرة تجاهلتها إسرائيل أو الكيان الصهيوني منذ قيامها ورفضتها وبالعكس يعني مارست الحرب والتجاوز على غزة وعلى الشعب الفلسطيني ورفضت حق العودة ويعني دخلت فيه صراعات كبيرة جدا مع النظام المصري بعد ثورة 2011 وخيرة من التصرفات والممارسات وبالتالي الكيان الصهيوني لن يقبل بأن يكون هناك دولة أخرى فلسطينية ولن يقبل بعودة اللاجئين الفلسطينيين ولن يقبل أن فلسطين تكون يعني أو قدس عاصمة فلسطين ولذلك ترامب أعلن بالعكس راح باتجاه إعلان نغل السفارة من تل أبيب إلى القدس ولذلك أنا باعتقادي أن العرب الآن في وضع أكثر حرج أكثر ضعفاً أكثر خلافاً وبالتالي لن يكون لهم موقف مؤيد وداعم لموضوع المبادرة ومع الأسف وهذا اللي يمكن الكيان الصهيوني من التقلقل في المنطقة أستاذ النائب محمد دلال عضو البرلمان الكويتي شكراً لمشاركتكم معنا وشكراً لكم أنتم أعزائي المشاهدين على متابعتكم نسعد باستقبال أسئلتكم ومقترحاتكم على حسابات وسائل التواصل الاجتماعي لشبكة التلفزيون العربي نلقاكم في الأسبوع القادم دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة